ألغت السلطات في تايوان رحلات جوية في أجزاء من مناطقها الجنوبية بعد وصول الإعصار كوينو إلى اليابسة وهو ثاني إعصار قوي يضرب الجزيرة بشكل مباشر خلال الشهر وأجلي أكثر من مئتي شخص خشية انزلاقة أطربة في جنوب الجزيرة وقالت السلطات ان ارتفاع الأمواج التي تضرب الساحة يمكن أن يصل إلى سبعة أمتار ويشير الخبراء إلى أن تغيير المناخ زاد من صعوبة التنبؤ بمسار العواصف الاستوائية مع زيادة شدتها مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أو فيضانة مفاجئة